بسم الله الرحمن الرحيم يسرني باسم الحكومة الجزائرية وباسم الخاص أن أرحب بكم في الجزائر وأملي أن إقامتكم القصيرة بيننا قد كانت طيبة ومثمرة وإذ يقترب لقاءكم من نهايته فإن مداخلة ستكون وجيزة ومحورة حول ملاحظتين أصحاب المعالي سيدات والسادة وأكد في البداية على تمسك الجزائر بحق البلدان المنتجة للمواد الأولية في الاستفادة من سعر عادل لهذه الثروة لفائدة تنميتها وقد كان هذا الحق خلال سنوات عديدة في قلب معارك شاركت فيها الجزائر بصفة نشيطة لدى الأمم المتحدة وعلى مستوى الأوبك وحتى على أرضها من خلال معركة تأمين المحروقات في سنة 1971 صحيح أن المحيط الدولي قد تطور منذ ذلك العاد غير أن التحديات تبقى نفسها بالنسبة للبلدان المنتجة للمواد الأولية فأسعار المحروقات لا تزال تشهد بصورة دورية تقلبات خطيرة مصحوبة بعواقب مالية واقتصادية واجتماعية جد مؤلمة بالنسبة للبلدان المنتجة وذلكم هو ما جعل الجزائر التي ساهمت بفعالية في تجنيد تضامن بلدان المنتجة للبترول العذوة وغير العذوة في الأوبك تعبر عن ارتياحها للنتائج التي أثمرتها هذه الديناميكية وعليه فإننا ننوه بمبادلات لجنتكم الموقرة كما أننا نأمل في أن تساهم قراراتكم في ضمان سعر عادل لبرميل البترول في السوق الدولية بصفة مستادمة أصحاب المعالي أيها السيدات أيها السادة أما ملاحظة الثانية فهي التعبير عن عميق عرفان الشعب الجزائري وحكومته لتكريمي الذي خصصتموه لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يشكركم على هذه الالتفاتة إنه تكريم مستحق لإحدى أنشط مناضلي قضية بلدان الجنوب المنتجة للمواد الأولية وخاصة الدفاع عن حقوق البلدان المنتجة للبترول نعم إن الوزير عبد العزيز بوتفليقة قد ترك سنة 73 بصمته في قمة الجزائر لبلدان عدم الانحياز التي أدرجت في أجندة هذه الحركة التحررية قضية التنمية الاقتصادية لبلدان الجنوب كضرورة مكملة لاستقلالها وفي ربيع سنة 74 وهو يترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى عقد دورة طارئة لهذا المنتدى العالمي لمناقشة مطالب البلدان المنتجة للمواد الأولية من أجل تنمية دولية أكثر عدلة وفي مارس 75 رئيس مؤتمر الأوبك شارك الوزير عبد العزيز بوتفليقة مشاركة حاسبة في تحضير وإنتاج قمة الأوبك لسنة 75 بالجزائر حيث كان لهذا المؤتمر تأثير حاسم في دور هذه المنظمة ومكانتها على الساحة العالمية وفي سنة 1999 ساهمت الجزائر بطريقة حاسمة في أول تعون بين بلدان الأوبك وغير الأوبك في لقاء بنيذرلند من أجل تقويم أسعار البرميل بعد تراجع رهيب الذي دام أكثر من سنة وفي سنة 2008 فإن الاجتماع الوزاري للأوبك الذي عقد بوهران تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد كان منطلقاً لتقويم لأسعار المحلوقات التي تأثرت أنذاك جراء الأزمة المالية العالمية أما في سنة 2015 فإن الرئيس بوتفليقة هو من بادر بإفادة مبعوثيه إلى كل قادة البلدان المنتجة للبترول بغية إحداث هبة التضامنية أمام الانهيار الخطير لأسعار المحلوقات وقد بذل المجهود الجزائري هذا بصبر ومثابرة وأعطى نتائج ملموسة بالفعل فقد أفضت هذه الديناميكية التي حارس عليها رئيس الدولة الجزائرية إلى ميلاد اتفاق الجزائر التاريخي يوم 28 سبتمبر 2016 بالنسبة لتقويم أسعار البترول اتفاق يحيي لقائكم هذا ذكرته الثانية تلكم إذن بعض المحطات من نظار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل القضية التي تجمعكم في بلادنا ألا وهي حق دول منتجة لسعر معقول في سوق متوازن أيها السيدات والسادة الأفاضل أيها الضيوف الكرام أختم ملاحظات هذه الوجيزة بتكليفكم بحمل رسالة التقدير والصداقة والأخوة التي يرجو منكم فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نقلها إلى رؤسة وقادة دولكم أشكركم على حسن انتباه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة